سيادة الرئيس أود أن أتقدم منكم بجزيل الشكر نيابة عن إكس برس لمنحنا هذه المقابلة شكرا جزيلا لكم أهلا بك بينما نجلس هنا نجري هذه المقابلة تجتاح منظمة داعش الإرهابية مخيم اليارموك للاجئين وفي الوقت نفسه تسيطر جبهة النصر على الحدود السورية الأردنية كما فرضت سيطرتها على إدلب ما مدى خطورة الوضع الآن من وجهة نظركم؟ طالما تتحدث عن الإرهاب فهو دائما خطير في أي زمان أو مكان وفي أي حالة كان هذا ما يمكن قوله دائما عن الإرهاب وهذا لا يرتبط مباشرة بالمثال الذي ذكرته لأن ما ذكرته يشكل أحد تجليات الإرهاب فقط إنها عملية طويلة بدأت قبل سنوات حتى قبل بداية الأزمة في سوريا الإرهاب خطير لأنه لا يعرف حدودا ولا قيود ويمكن أن يضرب في أي مكان الإرهاب ليس قضية محلية ولا حتى إقليمية إنها مشكلة عالمية ولهذا السبب نقول إن الإرهاب خطير دائما في حالتنا يمكن القول إنه أكثر خطورة والوضع أكثر سوءا بسبب الوضع العسكري الذي ذكرته في سؤالك في الواقع هذه المرة تنبع خطورته من تمتعه بمظلة سياسية يوفرها عدد من الدول والزعماء والمسؤولين بشكل أساسي في الغرب العديد من أولئك المسؤولين لم يروا الواقع على حقيقته في البداية لقد بات الأمر أكثر خطورة الآن بسبب غياب القانون الدولي وعدم وجود منظمة دولية فعالة يمكن أن تحمي بلدا من بلد آخر يستخدم الإرهابيين كعملاء ووكلاء ليدمروا بلدا آخر هذا ما يحدث في سوريا ولهذا أقول نعم الوضع خطير لكن في الوقت نفسه فهو قابل للعكس وطالما كان قابلا للعكس فإن الأوان لم يفت للتعامل معه سيكون الأمر أكثر خطورة بمرور الوقت عندما يشحن الإرهابيون قلوب وعقول الناس إلا أنهم يسيطرون على المزيد من المناطق في سوريا هل باتت القوات السورية والجيش السوري أضعف منذ قبل؟ هذا أمر طبيعي فهذه تداعيات أي حرب أي حرب تضعف أي جيش بصرف النظر عن مدى قوته وحداثته إنها تقوض وتضعف كل مجتمع بكل مال الكلمة من معنى في الاقتصاد والمجتمع والأخلاق وبالطبع الجيش كجزء من هذا المجتمع هذا طبيعي لكن هل باتت الجيش أضعف منذ قبل؟ أطرح هذا السؤال لأننا كنا نرى في الماضي أن الجيش ينتقل من نصر إلى نصر وكنتم تسيطرون على مناطق أوسع كانت سيطرتكم أكبر على منطقة القلمون ومناطق أخرى أما الآن فهم يسيطرون على إدلب على سبيل المثال هذا لا علاقة له بتلك القضية أعني كون الجيش أقوى أو أضعف كما قلت فإن أي حرب تضعف أي جيش هذا هو المسار الطبيعي للأحداث لكن في حالتنا عندما تنظر إلى سياق الحرب خلال السنوات الأربع الماضية تجد أن هناك كر وفر أحيانا تكسب وأحيانا تخسر وذلك يعتمد على عدة معايير بعضها يتعلق بالمعايير والعوامل الداخلية وهنا يكون الأمر أكثر دقة لكن بعضها يتعلق بمدى الدعم الذي يقدم للإرهابيين على سبيل المثال وفي المثال الأخير الذي ذكرته حول إدلب فإن العامل الرئيسي كان الدعم الهائل الذي قدمته تركيا الدعم اللوجستي والدعم العسكري وبالطبع الدعم المالي الذي تلقوه من السعودية وقطر هذه معلومات أم مجرد رأي؟ هذه معلومات لقد كانوا يتلقون كل شيء ويتصرفون كجيش واحد أعني الإرهابيين جبهة النصر التي هي جزء من القاعدة والحكومة أو المؤسسات أو المخابرات التركية كانوا كلهم يتصرفون وكأنهم جيش واحد في تلك المعركة بالتالي فإن الأمر لا يتعلق بضعف جيشنا أو قوته بل كان يعتمد أكثر على حجم الدعم الذي تلقاه الإرهابيون من تركيا قبل أربع سنوات كان لتركيا وقطر والسعودية أجندة خاصة بهذه الدول هل تغير ذلك؟ هل غيروا تلك الأجندة؟ أولاً هذه ليست دولاً مستقلة وبالتالي فهي لا تمتلك أجندة خاصة بها في بعض الأحيان يكون لهم سلوكهم ضيق الأفق أو الانتقامي أو المبني على الكراهية والذي يستخدم في أجندة الآخرين ولنكن صريحين هنا ففي بعض الأحيان كان ذلك يصب في أجندة الولايات المتحدة وبذلك لا نستطيع القول إن لديهم أجندتهم الخاصة بهم لكنهم لم يتغيروا لا زالوا يدعمون نفس الإرهابيين لأن هذا السلوك لا يتعلق بالأزمة في سوريا لقد دعموا الإرهابيين في أفغانستان من خلال دعمهم للأيديولوجيا الوهابية والتطرف الذي أفضى إلى الإرهاب مؤخراً في أوروبا لقد قدموا هذا الدعم لعقود وهم الآن يدعمون نفس الأيديولوجيا ونفس الفصائل لكن تحت مسميات مختلفة في سوريا إذن لم يتغير شيء لأن هذا سلوكهم الطبيعي الأيديولوجيا الوهابية التي تشكل أساس كل إرهاب في العالم لم يكن هناك أعمال إرهابية خلال العقود الأخيرة في الشرق الأوسط والعالم دون هذه الأيديولوجيا كل إرهابي في العالم يؤسس معتقده على الأيديولوجيا الوهابية تقول إن الأيديولوجيا الوهابية مرتبطة بأحداث إيلول وكل المجموعات الإرهابية ألا تعرف الولايات المتحدة بهذه الصلة بين الأيديولوجيا الوهابية والإرهابيين لكنهم مستمرون في دعمهم للسعودية هذا سؤال مهم جدا لأن الولايات المتحدة كانت في ثمانينات القرن العشرين تصف مجموعات القاعدة وطالبان في أفغانستان تصفهم بالمجاهدين هكذا وصفهم الرئيس بوش لكن بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 باتوا يصفونهم بالإرهابيين المشكلة مع الولايات المتحدة وبعض المسؤولين الغربيين هو أنهم يعتقدون أن بوسعهم استخدام الإرهاب كوارقة سياسية في الواقع فإن الإرهاب كالعقرب عندما تتاح له الفرصة سيلدغ إذن هم يعرفون لكنهم لم يقدروا مدى خطورة الإرهاب عند استخدامه كوارقة سياسية سيادة الرئيس الوفد الرسمي السوري وجزء من المعارضة التقوا مؤخرا في موسكو هل تمخض ذلك الاجتماع عن أي نتائج فعلية؟ في الواقع نعم نستطيع أن نقول ذلك لأن هذا الاجتماع كان المرة الأولى يتم فيها التوصر إلى اتفاق لأنه كما تعرف كان هناك عدة حوارات من قبل اتفاق على بعض المبادئ التي يمكن أن تشكل أساسا للحوار القادم بين السوريين لم ننتهي من ذلك بعد لأن جدول أعمال ذلك الاجتماع كان شاملا جدا وبالتالي فإن أربعة أيام لم تكن كافية في الواقع استمرت الاجتماعات أربعة أيام لكن دام الحوار بين الحكومة وممثلي المعارضة يوما لم يكن ذلك كافيا لإنهاء جدول الأعمال لكن عندما يكون هناك اختراق حتى ولو كان جزئيا فإنه يعني أن الاجتماع القادم سيكون واعدا من حيث التوصل إلى اتفاق تام حول مبادئ الحوار الذي سينتهي إلى حل للصراع في سوريا ما تقوله سيادة الرئيس مهم جدا لأن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا سيد ستيفان ديمستورا يخطط لعقد سلسلة من المشاورات التي ستبدأ في أيار أو حزيران لتقييم فرص إيجاد أرضية مشتركة بين الدول الرئيسية المهتمة بالصراع ما رأيكم في ذلك؟ في الواقع أنا أتفق مع ديمستورا حول هذه النقطة لأننا إذا أردنا أن ننظر إلى الصراع في سوريا على أنه مجرد صراع داخلي بين فصائل سوريا فإن ذلك غير واقعي ولا موضوعي في الواقع فإن المشكلة ليست معقدة جدا لكنها أصبحت معقدة بسبب التدخل الخارجي وأي خطة تريد أن تنفذها في سوريا اليوم من أجل حل المشكلة وهذا ما واجهته خطة ديمستورا في حلب ستفشل بسبب التدخل الخارجي هذا ما حدث في حلب عندما طلب الأتراك من الفصائل أو الإرهابيين الذين يدعمونهم أو يرعونهم أن يرفضوا التعاون مع ديمستورا وهكذا أعتقد أنه يعلم أنه ما لم يتمكن من إقناع هذه البلدان بالتوقف عن دعم الإرهابيين أو ترك السوريين ليحلوا مشكلتهم فإنه لم ينجح ما رأيك بجهود ديمستورا؟ ناقشنا معه خطته من أجل حلب وهي منسجمة مع جهودنا في إجراء مصالحات في مناطق مختلفة من سوريا وهذا ما نجحنا به وهنا يمكن جعل الأمور أفضل عندما تساعد الناس على العودة إلى حياتهم الطبيعية وعندما تمنحهم الحكومة العفو ويسلم أسلحتهم إذن خطته من أجل حلب تنسجم مع نفس مبادئ المصالحة ولذلك دعمناها من البداية ولازلنا ندعم جهوده في هذا الصدد سيادة الرئيس السويد هي البلد الوحيد في أوروبا الذي يمنح حق الإقامة الدائمة للأشخاص الذين يهربون من الحرب في سوريا ما الذي يعنيه ذلك؟ وكيف تنظرون إلى سياسة السويد؟ بذلك الخصوص أو بشكل عام؟ في ذلك المجال بالتحديد أعتقد أن هذا موضع تقدير في سائر أنحاء العالم وليس فقط في بلدنا هذا الموقف الإنساني الذي تتخذه السويد محط تقدير فيما يتعلق بمختلف الصراعات بما في ذلك الصراع في سوريا إذن من الجيد أن يمنح الناس مأوى لكن إذا سألت السوريين الذين هربوا من سوريا ماذا تريدون؟ فإنهم سيقولون لك إنهم لا يريدون أن يهربوا من سوريا بسبب الحرب إنهم يريدون إنهاء تلك الحرب هذا هو هدفهم وهذا هو هدفنا بالتالي أعتقد أنه من الجيد أن تمنح الناس المأوى لكن الأفضل هو أن تساعدهم على العودة إلى بلادهم كيف؟ أعتقد أن السويد بلد مهم في الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يلعب دورا محوريا في رفع العقوبات لأن العديد من السوريين الذين ذهبوا إلى السويد أو إلى أي بلد آخر لم يذهبوا بسبب الأعمال الإرهابية فقط لقد ذهبوا بسبب الحصار أيضا لأنهم فقدوا مصادر رزقهم ولأنهم يريدون الحصول على أساسيات حياتهم اليومية كان عليهم مغادرة سوريا بسبب الحصار إذن رفع الحصار الذي أثر على كل سوري وفي نفس الوقت منع أي بلد أوروبي من منح الإرهابيين مظلت تحت أسماء مختلفة سواء سموها معارضة سلمية أو معارضة معتدلة لقد بات من الواضح اليوم ولقد تم إثبات ذلك أن هذه المعارضة التي كانوا يدعمونها هي نفسها كجبهة النصر والقاعدة والإخوان المسلمين الأمر الثالث الذي يمكن أن يقوم به هو أن يضغطوا على الدول التي تدعم الإرهابيين وتمنع أي خطط للسلام في سوريا أقصد كتلك الخطة التي ذكرتها والتي طرحها السيد ديمستورا إنهم يمنعون تنفيذ ذلك في سوريا وبشكل أساسي السعودي وقطر وتركيا بالتالي أعتقد أن هذه أفضل مساعدة إنسانية وسياسية يمكن أن تقدمها السويد للشعب السوري الحصار والحرب وملايين اللاجئين أو الهاربين من البلاد لقد وصف هذا الوضع بأنه أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية ما مدى مسؤوليتكم سيادة الرئيس عن هذا الوضع أعتقد أن مقارنة ما يحدث في سوريا حتى من وجهة نظر إنسانية وما حدث في الحرب العالمية الثانية نوع من المبالغة الكبيرة لا نستطيع أن نجري تلك المقارنة لأسباب سياسية لكن بصرف النظر عن هذه المبالغة لدينا ملايين الناس الذين هجروا من مناطقهم إلى مناطق أخرى بسبب الأعمال الإرهابية وهذا عبء كبير في الواقع فإننا نتحمل العبء الأكبر للأزمة تسمع الكثير من الضجيج حول ما تفعله المنظمات الدولية أو الكيفية التي ينفق بها من يسمون أنفسهم أصدقاء سوريا المال ويقدمون الدعم والهبات للسوريين في الواقع إذا أردت أن تحصل على فكرة بسيطة عما يحدث على سبيل المثال عام 2014 العام الماضي فإن جميع الدول والمنظمات قدمت في المجال الغذائي 22% فقط مما نقدمه كدولة خلال الحرب هذا فرق كبير حوالي واحد إلى خمسة أمثال داخل البلاد؟ داخل سوريا نعم فيما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية مثلا كانت النسبة واحد على ثمانية عشر لصالحنا إذن وفي الواقع فإننا نتحمل العبء الأكبر إضافة إلى ذلك لازلنا ندفع الرواتب ونرسل اللقاحات للأطفال ونوفر المتطلبات الأساسية للمستشفيات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين إذن لازلنا ندير البلاد ونتحمل العبء الأكبر طبقا لوكالة المخابرات السويدية فإن الجهاديين العائدين وهناك العديد منهم هنا في سوريا الآن يشكلون أكبر خطر محلي يهدد السويد اليوم هل تتفق مع هذا الرأي؟ لا أعتقد أنه من الصحيح النظر إلى الإرهاب كقضية محلية أو إقليمية كما قلت إنه مشكلة عالمية إذا أردت التحدث عن السويد كجزء من أوروبا أو المجموعة الاسكندنافية في أوروبا ينبغي أن تأخذ في الاعتبار أن أكثر قادة داعش خطورة في منطقتنا سكندنافيون هل هذه معلومات؟ نعم هذه معلومات هذا ما لدينا من معلومات وهكذا لا تستطيع أن تفصل هذه المجموعة من البلدان أو السويد عن أوروبا طالما ينمو الإرهاب في بلدان أوروبية مختلفة لا تستطيع السويد أن تظل آمنة وطالما كانت الحديقة الخلفية لأوروبا خصوصا حوض المتوسط وشمال إفريقيا في حالة من الفوضى وتعجب الإرهابيين لا يمكن لأوروبا أن تكون آمنة وبالتالي نعم أتفق مع الرأي القائل بأن هذا يشكل تهديدا رئيسيا لكن لا يمكن أن تسميه محليا بل هو تهديد هل طلبت منكم السويد تبادل المعلومات حول مقاتلي داعش هؤلاء أو حول جهاديين آخرين؟ لا ليس هناك اتصال بين أجهزة المخابرات في بلدين سيادة الرئيس في كانون الأول عام 2010 نفذ تيمور عبدالوهاب وهو إرهابي سويدي تدرب في العراق وسوريا هجوما انتحاريا في ستوكهولم ومؤخرا كان هناك نفس السيناريو في باريس عن الهجوم على تشارلي إبيدو وحتى في كوبنهاجن هل تعتقد أن البلدان الغربية ستواجه نفس السيناريو في المستقبل؟ في الواقع كل ما حدث في أوروبا عن من هجمات إرهابية حذرنا منه منذ بداية الأزمة وقلت إن سوريا تشكل خط فالق الزلزال وعندما تعبث بهذا الخط سيكون لذلك أصداء وتداعيات في مناطق مختلفة وليس فقط في منطقتنا حتى في أوروبا في ذلك الوقت قالوا إن الرئيس السوري هدد في الواقع لم أكن أهدد بل كنت أصف ما سيحدث الأمر ليس بحاجة لعبقرية لأن هذا هو سياق الأحداث التي جرت عدة مرات في منطقتنا ولدينا خبر بهؤلاء الإرهابيين منذ أكثر من خمسين عاما لم يصغوا لنا وقد حدث ما كنا قد حذرنا منه وما رأيناه في فرنسا في حالة شارلي إبيدو والهجمات الانتحارية في كوبنهاجن ولندن وأسبانيا قبل عشر سنوات هذا يشكل قمة الجبل الجليدي الإرهاب جبل هائل هذه ليست أحداثا معزولة عندما يكون هناك مثل تلك الأحداث المعزولة عليك أن تعرف أن لديك جبلا كبيرا تحت البحر لا تراه إذن نعم أتوقع أنه طالما كان هناك هذا الجبل وطالما لا يزال المسؤولون الأوروبيون يبجرون دولا مثل السعودية وقطر بسبب أموالها وحسب وتبيع قيامها وتسمح للأيديولوجيا الوهابية الظلامية بالتغلغل وأن تزرع في بعض المجتمعات في أوروبا علينا أن نتوقع المزيد من الهجمات في هذا الصدد ما هي أكثر الطرق فعالية في التعامل مع الإرهابيين؟ أولا الإرهاب ليس حربا إنه حالة ذهنية ثقافة ولذلك ينبغي التعامل مع هذه الثقافة وينبغي التعامل معها بطريقة آيديولوجية وهذا يتضمن التعليم والثقافة ثانيا أولئك الإرهابيون يستغلون الفقراء ينبغي أن تعالج الفقر وبالتالي فإن النمو الاقتصادي والتنمية أمران مهمان جدا ثالثا عليك التعامل مع القضايا السياسية التي يستخدمها هؤلاء الإرهابيون لتعبئة عقول الشباب أو الأطفال لحل المشاكل السياسية في منطقتنا على سبيل المثال فقد كانت قضية السلام واحدة من الأسباب الرئيسية التي تمكن الإرهابيين من حجد وتعبئة إرهابيين آخرين أي سلام هل تقصد عملية السلام؟ أقصد بين العرب وإسرائيل ينبغي حل هذه المشكلة لأنها تشكل أحد أسباب اليأس وعليك التعامل مع يأس ذلك الشباب الذين أرادوا أن يذهبوا ويموتوا من أجل أن يذهبوا إلى الجنة ليعيشوا حياة أفضل هكذا يفكرون إذن ينبغي أن تتعامل مع حالات اليأس هذه التدبير الأخير يكون من خلال تبادل المعلومات بين أجهزة المخابرات الحرب تستعملها للدفاع عن نفسك ضد الإرهاب لا تستطيع أن تواجه الإرهاب بحرب لكنك تستطيع الدفاع عن نفسك فقط باستعمال الأدوات العسكرية هكذا يحارب الإرهاب سيادة الرئيس لقد طلبت داعش من أنصارها في سير أنحاء العالم القدوم إلى سوريا والعراق ليعمر ما يسمى بالخلافة كيف ترى مستقبل داعش؟ لا أعتقد أن داعش يمتلك حتى الآن حاضنة في مجتمعنا دعني أتحدث عن سوريا أولا حيث لا أستطيع أن أتحدث عن مجتمعات أخرى في منطقتنا لأنك عندما تتحدث عن داعش فإنك لا تتحدث عن قضية سوريا فهو موجود في سوريا والعراق ولبنان وليبيا ومصر لكن فيما يتعلق بسوريا فإنهم لا يمتلكون حاضنة إذن إذا أردت أن تتحدث عن المدى القصير فإنه ليس لداعش مستقبل لكن على المدى المتوسط وخصوصا فيما يتعلق بالشباب والأطفال فإن أمام هذه المنطقة مستقبل واحد فقط هو مستقبل القاعدة أي داعش والنصر والإخوان المسلمين وهذه ستشكل الحديقة الخلفية لأوروبا على المدى المتوسط والطويل هذا خطير جدا بطبع لأنك تستطيع اتخاذ التدابير ضد العديد من الأشياء لكنك لا تستطيع السيطرة على الايديولوجيا عندما تزرع في الذهن يصبح من الصعب التخلص منها ولذلك عندما تترسخ في الأذهان فإن هذا هو المستقبل الوحيد للمنطقة داعش والنصر يتلقيان الدعم من الخارج وأنت ذكرت تركيا وقطر والسعودية وغيرها لكن هناك جانبكم أنتم حزب الله يقاتل معكم هل تحتاجون لحزب الله هنا في سوريا؟ أنت كمواطن سويدي لا تقبل أن يطلب منك أحد أن تقارن بين تيمور عبد الوهاب على سبيل المثال بوصفه إرهابيا وحكومتك بصرف النظر عما إذا كنت تتفق مع حكومتك أو تعارضها الأمر نفسه ينطبق على شارلي أبيدو والإرهابيين والحكومة الفرنسية لا تستطيع المقارنة وهكذا لا نستطيع كسوريين أن نقبل بالمقارنة بين الدولة والمنظمات الإرهابية مهمتنا مساعدة البلد والدفاع عن المواطنين بينما لا أعتقد أن هذا هو الدور الذي يلعبه داعش أو النصر أو الإخوان المسلمين في الواقع فإن دورهم أن يقتلوا ويرهبوا الناس وحسب ولذلك لا تستطيع المقارنة ثانيا فإننا كحكومة لنا الحق بأن نطلب الدعم من أي دولة أو منظمة أو كيان يمكن أن يساعدنا في حربنا ضد الإرهاب ثالثا ولأنني عندما قلت أن الإرهاب لا يمكن أن يكون قضية محلية وأن من الخطأ النظر إليه كقضية محلية فإن الأمر الجيد هو أن يكون هناك تعاون مع مختلف القوى في المنطقة على سبيل المثال فنحن كسوريين تعاوننا مع العراقيين حتى قبل صعود داعش مؤخرا في الصيف الماضي في الموصل قبل ذلك كان بيننا تعاون جيد تعاون استخباراتي وحتى عسكري ولسبب وحيد هو أن العراقيين يعرفون أن الإرهاب سينتقل إلى العراق وهذا ما حدث في الموصل ويحدث الشيء نفسه بالنسبة إلى لبنان وهكذا فإن حزب الله يعي بأن الإرهاب في سوريا يعني إرهابا في لبنان وأن الفوضى هنا تعني الفوضى هناك بالتالي فإن هذا النوع من التعاون مهم جدا لنا جميعا سيادة الرئيس مرة أخرى تتهمون بأنكم استعملتم الأسلحة الكيميائية في سوريا تم إجراء اختبارين لصحيفة التايمز ولجمعيات خيرية طبية أكشف الإختبار بأن قواتكم استخدمت الكلوريد والسيانيد طبقا للتايمز والعفو الدولي على ما أعتقد ما قولكم في ذلك؟ لقد قلنا دائما أن هذا جزء من الحرب الدعائية ضد سوريا منذ اليوم الأول شيطنة الرئيس وشيطنة الدولة لكسب عقول وقلوب الشعب السوري لصالح أجندتهم لم ينجح ذلك وإذا أردت أن تقارن هذه الحرب الدعائية بما يحدث الآن في الغرب فيما يتعلق بأوكرانيا تجد أن الأمر نفسه يحدث شيطنة بوتين وتزوير العديد من الفيديوهات وأشياء لا تخبر الرأي العام في الغرب سوى بالأكاذيب هذا هو الواقع ينبغي أن يعي الناس في الغرب ذلك وهذا لا يعني أننا لا نرتكب أخطاء أو أننا نقوم بأشياء خاطئة أو سيئة لكن في المحصلة فهذه حرب دعائية إعلامية لا تعكس الواقع في منطقتنا إنهم يتحدثون عن الأسلحة الكيميائية دون أن يكون لديهم دليل واحد على ذلك وحتى الأرقام التي تنشر من قبل العديد من المؤسسات الأوروبية كجزء من الحرب الدعائية تفاوتت بين 200 ضحية وألف وأربعمائة ضحية وهذا يعني أن هذه الأرقام ليست موضوعية ولا دقيقة وحتى الآن ليس هناك دليل على أن أولئك الناس قتلوا بسبب هذا الهجوم الدليل الوحيد الذي كان لدينا عندما قدمت لجنة من الأمم المتحدة هو أن غاز السارين استخدم في تلك المنطقة لكنهم لم يعرفوا كيف أو من قبل من ولذلك يستمرون في اتهام سوريا هذا غير واقعي لأنك إذا أردت استخدام أسلحة الدمار الشامل فإنك لا تقتل بضع مئات بل تقتل عشرات الآلاف من الناس وهذا قرب العاصمة وسيؤثر في الجميع إذن العديد من الحكايات حول هذه القضية غير صحيحة ثانيا كنا نحن الطرف الذي طلب من الأمم المتحدة إرسال وفد للتحقق من هذه المزاعم لا تزالون تفعلون ذلك؟ لقد فعلنا ذلك سوريا هي التي طلبت من الأمم المتحدة وليس أي بلد آخر عندما كان هناك دليل على أن الإرهابيين استخدموه في شمال سوريا لم يحاولوا التحقق من ذلك لم يذكروا ذلك وهكذا فإن هذا جزء من الأجندة السياسية ضد سوريا سيادة الرئيس كما تعرف هناك العديد من الاتهامات الخطيرة ضد حكومتك فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ما مدى معرفتكم بالتعذيب الذي يجري في سجونكم هنا؟ عندما تتحدث عن التعذيب علينا أن نميز بين التعذيب كسياسة ممنهجة وحوادث منفردة يمكن أن يرتكبها أي شخص عندما تتحدث عن سياسة التعذيب فإن المثال الأقرب هو فيما حدث في جوانتنامو في جوانتنامو كان هناك سياسة تعذيب اتبعتها الإدارة الأمريكية ووافق عليها الرئيس بوش ووزير دفاعه وباقي إدارته في سوريا لم يكن لدينا سياسة كتلك تحت أي ظرف كان إذن أي انتهاك للقانون مثل التعذيب أو الانتقام أو ما إلى ذلك يمكن أن يكون ذلك حدثا منفردا يحاسب عليه مرتكبه إذن هذا ما يمكن أن يحدث في أي مكان في العالم كأي جريمة أخرى هل تستطيع منظمة العفو الدولية أو الصليب الأحمر زيارة سجونكم هنا؟ قدم العديد من الصحفيين والعديد من المنظمات إلى سوريا لكن إذا أردت أن تذكر اسما معينا يمكن أن يزور سوريا فإن ذلك يعتمد على نوع التعاون القائم بين منظمة معينة وحكومتنا وذلك يعتمد أيضا على مصداقية المنظمة لكن من حيث المبدأ فإن العديد من المنظمات والكيانات يمكنها أن تزور سجوننا سيادة الرئيس لقد قمت بتغضية الحرب في سوريا على مدى السنوات الأربع الماضية والتقيت مجموعات مختلفة ونشطاء كانوا ضالعين في الصراع التقيت حتى بجنود من جيشكم هنا بعض أولئك النشطاء ليسوا إسلاميين في الواقع قيل لي إنهم يحاربون من أجل الحرية ما الذي تريد أن تقوله لهم؟ لم نقل يوما إن كل مقاتل إسلامي نعلم أنهم هم الطرف السائد الآن عن الإرهابيين وداعش والنصر لكن إذا أردت التحدث عن الحرية فإن الحرية غريزة طبيعية في كل إنسان منذ أبين آدم وهذا أمر مقدس لكل من يطلبه ولذلك من غير المنطقي وغير الواقعي وغير المنسجم مع طبيعة الأرض والناس أن يكون المرء ضد الحرية لكن علينا أن نطرح بضعة أسئلة بسيطة هل قتل الناس جزء من تلك الحرية؟ هل تدمير المدارس ومنع الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم جزء من تلك الحرية؟ هل تدمير البنية التحتية والكهرباء والاتصالات وأنظمة الصرف الصحي وقطع الرؤوس وتقطيع أجسام الضحايا جزء من تلك الحرية؟ أعتقد أن الجواب على هذا السؤال واضح جدا لكل شخص بصرف النظر عن ثقافته إذن فإننا ندعم كل شخص يعمل الحصول على مزيد من الحرية بطريقة مؤسساتية وفي إطار دستور البلاد وليس بالعنف والإرهاب وتدمير البلاد ليس هناك علاقة بين ذلك وبين الحرية إنهم يتهمون الجيش السوري بارتكاب نفس الأشياء كما في حالة القتل وما شابه عليهم إثبات ذلك أعني أن الجيش يقاتل منذ أربع سنوات كيف يمكن أن تصمد في حرب ضد هذا العدد الكبير من البلدان بلدان عظمى وبلدان غنية بينما أنت تقتل شعبك كيف يمكن أن تستمر بالتمتع بدعم شعبك هذا مستحيل هذا مناف للواقع ولا يمكن قبوله سيادة الرئيس إذا تيسر لك إعادة الزمن إلى عام 2011 وبداية الأزمة ومع استخدام ميزة معرفتك بما جرى هل كنت ستفعل أي شيء بشكل مختلف؟ علينا أن نتناول الأساسيات أولا أعني أن الشيئين الذين تبنيناهما منذ البداية كانا محاربة الإرهابيين وفي الوقت نفسه إجراء الحوار بدأنا الحوار خلال العام الأول من الأزمة بعد بضعة أشهر من بداية الصراع في سوريا دعونا الجميع إلى طاولة الحوار وتعاوننا مع كل مبادرة قدمت من الأمم المتحدة أو من الجامعة العربية أو من أي بلد آخر بصرف النظر عن مصداقية تلك المبادرة فقط كي لا نترك طريقا دون أن نسلكه وكي لا نعطي أي شخص ذريعة للقول إننا لم نفعل هذا أو ذاك وهكذا فقد جربنا كل شيء ولذلك لا أعتقد أن بوسع أحدنا القول إنه كان ينبغي أن ننضي باتجاه مختلف سواء فيما يتعلق بالحوار أو بمحاربة الإرهاب هذه هي الدعامات الرئيسية لسياستنا منذ بداية المشكلة الآن أي سياسة بحاجة إلى التنفيذ والتطبيق وفي التنفيذ هناك دائما أخطاء وهذا أمر طبيعي إذن التحدث عن فعل الأشياء بطريقة مختلفة يمكن أن ينطبق على التفاصيل أحيانا لكني لا أعتقد الآن أن السوريين كان يمكن أن يقولوا إننا لا نريد الحوار أو لا نريد محاربة الإرهاب شكرا لك سيد الرئيس شكرا لك